ونكمل اللي احنا بدأناه في شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة العشرة الجزء التاني وزي ما تعودنا بنحل الاسئلة ونقول سبب الحل خليكم معانا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين لو دي اول مرة ليك معانا وشرفتنا في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة واتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد ويا سلام لو تشجعنا بتعليق جميل اسفل الفيديو او لو ليك استفسار معين هرد عليك ان شاء الله في نفس اليوم ولو ما كنت شفت الجزء الاول بتاع حل الوحدة العشرة من كتاب المعاصر هيظهر لك حالا اعلى الفيديو الرابط بتاع الفيديو وكمان هيكون في وصف الفيديو او في اول تعليق يلا بنا نبدأ طبعا احنا المرة اللي فاتت كنا قفين عند الجرامر بتاع الوحدة العشرة اول حاجة طبعا احنا نتكلم على ايه على صيغ المستابل في ووتشر فورمز عندنا اربع صيغ هناخد واحدة واحدة وتركتزوا معايا عشان ده قاعدة مهمة جدا جدا طبعا اول حاجة في ووتشر سيمبل وز ويل طبعا انا ازاي استخدم ويل في المستابل بسيط طبعا بيجاب لا الفاعل سبجكت بعدها ويل او بصر في ال ال او ويل نط لو هجيبها منفية واختصارها طبعا موان واجيب بعدهم المزر ناخد الاسبات والمنفل والسوار بنعينه اشير جاكت جديد انا مش هشرب اليه لهوة هل هتيجي معايا للمحلات هتاكل ايه على الغداء طبعا دي كلها استخدامات ويل سبق اثبات او نفي او سؤال او او ازاي بقى استخدم ويل واجيبها في الجمل ازاي اول حاجة من استخدامات ويل حاجة اسمها قرارات سريعة او quick decisions يعني اثناء لحظة الحديث ازاي طبعا ما فكرتش انا فاجأة حاسب بالبرد فولت انا ايه هقفل الشباك اذا انت اقرار سريعة ما كنتش مرة تابله طيب ممكن اتكلم في promises اللي ايه عند اعطاء وعود يقول مثلا we promise we won't go without you احنا وعدنا ان احنا مش هنمشي بدونك يبقى ده وعده طيب رقم ثلاثة predictions without evidence يعني بتنبأ بدون دليل يعني انا بتنبأ بحاجة بس ما عنديش دليل على كلامي اذاي اول مثلا اعتقد ان الطاقس هيبقى ايه لطيف غدا طلعا انا بقولك ايش عرفك طب انت شفت الارصات الجواهة مثلا طب حد يقولك لأ انت دلوقتي بتتوقع او بتتنبأ بس ما معكش ايه دليل ده طبعا رقم ثلاثة استخدامات لو جاءنا رقم اربعة بنقول عليها واحب بقولك انا يبقى عندي ستاشر سنة السنة اللي جاي لاننا عندت السنة دي خمستاشر شو ما اقول لك انا عند السنة دي خمستاشر والسنة جاي سبعتاشر اذا انا بكلم علي حقائق تمام طيب لو الطلب ممكن لو سمحت تكون هادئ وتبقى هادئا اذا انا بطلبها طب ممكن عرض انا بأعرض عليك او بقولك ان ايه هساعدك في غسيل العربي طيب لو التهديد عندك لا تغش تقول زميلك ما تغشش ولا اقول للمدرس بتاعك اذا انا فيه تهديد اهو طيب رقم تمانية بقى الحالة الشرطية الاولى اللي كان بيتقول لك اف مضارع والو المصدر فرمول ايه اف ات رينز لو جو مطر اي ويل ستي هوم هابقى في المنزل تمام يبقى عندي هناك قرارات سريعة اهطاء وعود تنبب بدون دليل حقائق مستقبلية طلب عرض تهديد ايه وعيد تمام وعند برضو الحالة الشرطية الاولى نيجي برضو فيه عندنا كلمات بتيجي مع المستقبل طبعا مع كل المستقبل زي كلمة ايه tomorrow in the future soon قريبا next week or month or year تمام طيب بجيبه المصدر بعد الافعال التالية فغالبا الافعال تيجي مع مين مع ويل زي ايه مثلا زي hope يعمل think يعتقد promise يوعد be sure متأكد expect يتوقع predict يتنبع i think life will be better in the future بحي بقولك اعتقد ان الحياة تكون افضل في المستقبل تاني بيقولك i predict we will need more water انا ايه بتنبع ان احنا هنحتاج مية اكتر نجي للشكل التاني بتاع المستقبل ماقول be going to طبعا بي هنا مش مصودة ان اكتب كلمة بي لا دي بتحل محل am ويزوار فالقاعدة بتاعت بتقولي بقى subject اللي هو الفاعل باجي بعدها زاد المصدر طب ازاي استخدم الحاجات دي في المستقبل قالك اول حاجة عشان استخدم going to قالك ايه خطط مستقبلية يعني ايه خطط مستقبلية يعني انا امت بتخطط لها بالفعل زي ما سقولك future plans i'm going to visit my uncle this summer انا هزور عمي هذا الصيف this is my plan دي خططي ازا انا بخطط الكلام ده وعشان تعبر عن الخطط دي بتيجي في كمال كلمة زي كلمة have plans لخطط او make plans يخطط لشي طيب ممكن اكلم برضو على حاجة اسمها intentions لان نواية لمولك ايه we are going to travel by train we have intended احنا هنسافر بالقط احنا ايه خلاص نوينا على الكلام ده او i'm going to build a house by the nile انا ايه هابني منزل بالقرب من نهر النيل it's my intention طبعا نيتي وما جاء عبر عن النواية بيجي بيبعض الكلمات زي كلمة intend او have intentions او my intention is كلها فها كلمة ايه اصل كلمة لانتين لاتخذام التالت بقى بعد الخصط المستقبلية والنواية بالنسبة لgoing to قال لك حاجة اسمها decisions اللي هي القرارات المدروسة بتأني ممكن تقول عليها قرارات مسبقة لما قول مثلا ايه i am going طبعا دي عكس ويل يا جماعة دي عكس ويل ولي كانت قرارات سريعة لكن هنا قرارات المدروسة بتأني i am going to see my car to sell my car this is my decision انا هبيعي العربية بتاعتي ده قراري وما كي احبر عن القرارات ممكن نستخدم ايه i have decided or this is decision my decision or his decision ممكن نلقي decided بس كمان بالنسبة لرقم اربعة predictions with evidence يعني ايه يعني تنبهات مبنية على دليل مادي لما قول مثلا ايه طبعا بقول لك يوجد بالمضارع ما يجعل من ممكن حدوث الشيء مستقبل ده جمع الدليل عشان الناس بتلخبط كتير من النواوي يعني في حاجة قدامي بتدل على ايه على حاجة عي تحصل في النسبة لما قول مثلا ايه it's going to rain نواوي مطر بقول لك ليه تقول i can see the dark cloud in the sky انا شايف صحب ايه مغيمة في السماء طيب مثلا احنا بنشوف صحب فهوات ومتمطرش ما احنا قولنا يا جماعة ده تنبؤ التنبؤ ممكن يحصل او ممكن ما يحصلش بس انا بكلم على نقطة التنبؤ بدليل وتنبؤ ايه بدون دليل طيب خلي بالك بقى من نقطة مهمة الصفات او السمات الشخصية لا تعتبر دليل مثلا يقول لك ايه he is fast he will win the race هو سريع هو هيفوز بالسباء فهذا بالك ان دولتي هنا ليه will ده ان مش كل واحد سريع بيفوز بالسباء ما هو كل اللي بيخش السباء عندهم ايه صفات السرعة لكن هنا عشان كيف يقول لك فاست هنا ما تنفعش دليل لان الصفات الشخصية لا تعتبر ايه دليل احد استخدامات برضو going to ناس كتب بتنساها اللي هو بولك actions which are about to happen يعني حدث على وشك الحدوث حاجة هتحصل وطبعا تيجي مع بعض تعبيرات ليه او العبارات التحذيرية زي مثلا look out be careful watch out مثلا look out احترث the boy is going to fall down الولد هيقع او خلي بالك الولد هيسقط او هيقع اذا انا بكلم على ايه على حاجة على وشك اله الحدوث نجي للشكل الثالث من اشكال المستعبل ممكن نستخدم ايه قالك present simple مدرع بسيط مدرع بسيط يا مصدر ييجي في المستعبل ايوة امتى الكلام ده اللي هو لازم نعرف ايه تكوين المدرع البسيط ايه عشان نعرف اجيبه صح قالك المدرع البسيط خلاص يا جماعة يا فعل مصدر يا فعل في اس طب نفكر في الكلام ده يعني يا فعل مصدر قالك بيجاب له i و فالمصدر ده ولا في اس ولا اي دي ولا اي نجي طيب يوشي ويت قالك يوشي ويت بيجي معهم فعل في اس طبعا او اي اس او اي اس بصفة عامة يعني مثلا ده فيلم ستارتس اد سيفن ففتين طبعا ما اجا اقول الساعة بقول سيفن كاينا بقول ارقام بالزبط سيفن ففتين تومورو ايفنين الفيلم هيبدأ سبعة وربع غدا مساء طيب امتى جيب المدرع اللي هي جدول المعيد الثبتة زي اي معيد قطارات طائرات سينما مسرح معيد رصية من قطور معاد المباراة الحاجات تقولها يا جماعة معيد الثبتة فول اي الكطار سيغادر التاسعة مساء وتستخدم معافعال زي اي بها يا جماعة اللي هي المعيد الثبتة غالبا اللي فعل دي ايه كمان قالك البرامج الرسمية الموضوع مسبقا زي برامج الرحلات والحاجات دي نقولك مثلا we leave luxor at 10 and arrive in Cairo at 12.30 احنا هنغادر للوكسور الساعة عشرة وهنوصل لقايرة 12 ونص يبقى نبتكلم على ايه على برامج رسمية موضوع مسبقا ممكن كمان استخدم present continuous ده من المنظرع المستمر الى اول المنظرع المستمر بيكون من ايه am is are زي دي طبعا بجيب بلوم الفاعل نقول مثلا هودا is having a party tomorrow هودا عندها حفلة غدا خلي بالك انت استخدم بقى المنظرع المستمر بقى قال لك ركز قهوة عشان فيه لخبطها بينه وبين جوينجتو بس هنا هنوضح قال لك الترتيبات المستقبلية في الغال الموضوع من الشخص نفسه وتم خلي بقى من دي بقى وتم اخذ اجراءات فعلية يعني خدت خطو عشان اعمل الحاجة دي ازاي ما قول لك انا هسافر بالطيار لندن بكرة هو انت جيت فجأة قلت لنا هسافر بكرة لا امان قال لك انا خلاص حجازت التذاكر وعرف معادي ازاي دلوقتي انا عملت ايه ترتيبات مستقبلية وخدت اجراء فعلي اللي هو ان انا حاجات ستتذاكر انما لو قلت اجراء اقول لك ايه 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 او او ايه ما يكملش بمالكش هو اخذ اجراء فعلي طبع عشان تسهل عليك الموضوع هتلاقي في الترتيبات المستقبلية دي حاجات بتيجي زي مثلا كلمة ايه كلمات زي كلمة arrange او prepare بمشتقاتها طبعا لم اقول ايه have arranged to has arranged to او it's arranged او arrangements كمان لما تيجي لم اقول برضو have prepared او has prepared او made preparations هنا مثله لك ايه 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 او او لما يجيب له جملة زيادية ويقول لك استخدم كلمة traveling هاللي بقى لك traveling ده مدرع مستمر فانا بشير بيساوها في المعنى وحط traveling ايه اللي كان بيساو او بيدل علي المدرع مستمر قال لك have arranged فانا بشير have arranged وحط مكانها traveling كلاما غلط يا باشي ليه مصر لازم ان تجيب قبلها امو ازوار عشان تبقى قملكة صح فبقول ايه i am traveling to luxor next month نيجي بقى الجوز ده بيساعدك زيادة تحيل سوري رايت نقوله سريعا كده تعال نقول لك ايه number one لما يجيب لكم نزاديات بقول لك طبعا انا هشوف الكلمة اللي ايه بتدل على وحط مكانها بس باستخدامها الصحيح انا بقى كده فباحذف وحط يبقى الحل عندي مثال تاني طبعا انا هزف ايه وحط مكانها بس لا هجيب قبلها طبعا لو كنت هكلم عن مدرع المستمر فعلا هكلم عن مدرع المستمر هقول لك ايبقى طيب مثال تالت قال لك لما نجي نستكلم على اتخاذ قرار يعني بشيكلم او وعدت مكانها باستخدامها الصحيح والتركيبة الصحية بتاعتها لازار طبعا ايه ايمن ايشتري عربي طيب عمي وعدني من يشتري عربي عجلة جديدة ودراجة جديدة الارسبوع القادم كلمة هنا يقول لك لما تعبر طبعا على الوعد بنحزف كلمة ونحط ولمصدر بس برضو في السياقة الصحية جماعة بأكد عليها يعني عمي هيشتري دراجة جديدة هيشتري لدراجة جديدة ايه الاسبوع القادم نيجي بقى ازاي يحل الجزء بتاع رياد ده عرفنا هنحل عمل بها ونطبع عمل واركزوا معي وزي ما اتفقنا بكتا في الفيديوهات الفاتت بتوقف الفيديو حالا دلوقتي حل الوحدك ويرجع شغل الفيديو عشان تشوف الحلول بتاعتك صحيحة ولا فيها ايه بالزبط تمام يا شباب يلا هم رتبهم ياخدهم كطار النوم الاسوان هذه الليلة طبعا ايه اللي بيساوي في المطرم السمرة هنا هو الترتيب طبعا هشيل هاتف ارنجد هشيل هاتف ارنجد وحطه بس غلط لازم انا جيب تكون الصحي بتاع هجيب معها ايه برافا انا سمع نازل بتقولها امو زوار قبلها تمام يبقى الحل هيبقى ايه تمام لا ما ينفعش ليه مصر ما انتهتشيل هاتف ارنجد وهجيب تايك يبقى من غير هتعمل ايه يبقى على طول تمام اذا انا هحزف ايه يا شباب هحزف يا جماعة هنا هحزف ايه هحزف الكلمة اللي هي اسمها هاف ارنجد تو ديك تمام ووليه بقى ايبقى they are taking the sleeper train to us one tonight تمام نمبر تو بابا وعد انه يجيب تابلت لختي استخدم ويل هشيل طبعا ايه اللي بيدل على مين اللي بيدل هنا عليه على استخدام ويل اللي هو الوعد يعني فاشيل كلمة بيه promise to يبقى هنا فاضل عندي ايه my father my father will buy a tablet for my sister تمام طيب نمبر ثري my ears cousin planned to visit كايرو ابن عم ميار قال ابنت عم ميار طبعا بخطات اتنية تزور القاهرة فقول لك هستخدم going ازاي واحد هيقول لي يا بستر هشيل كلمة planned to او planned بس لانها بتسوي going طيب امام وهتعمل لي بعد كده هتحطو going لحدها قال لأ لازم نجيبها بلاهم ويزور كده انت انسان فهم طب نقول لها ازاي بقى my ears cousin is going to تمام visit كايرو تمام كده مزبوط طيب number four our plane is at nine pm is is وقولها ازاي بقى Our plane Our plane مالها بقى Leaves at 9 p.m. يبقى Our plane Leaves at 9 p.m. طيب number five Alice intention يعني نية علي Is to be a doctor نو يكون دكتور Going to طبعا انا عشي الكلمة تيبقى Intention تمام Is To وقول اي بقى علي طبعا عندي is هخلاها is بقى انا ممكن اشيلها كمان عشان ما لغبطش نفسي يبقى قول علي بحط من عندي is يبقى علي Is going to Be a doctor علي Is going to be a doctor number six Has she decided to travel abroad هل هي قررت انها سافر الخارج سوال ده جميل ليه جميل بها عشانه مش عايزك تجيب الكلام اللي احنا هنا قبل كده بتجيب فكرة جديدة ان انت ازاي تجيب سيخدام going to بس في الاي يا جماعة في صغط السؤال احنا كنا بنقول فاعل am is are going to تمام كده كل اللي عمله هساب بقى موزوار على الفاعل واجب going to تمام بس انا عايز اشتوب ايه الكلمة اللي باسأل عليه اللي ايه هنا يبقى اللي ايه decided هاشيل الكلمة ايه decided to ورحي ليه بقى ها يبقى هنا هز لا هاشيل هز يا مصر ليه من هاجب بقى موزوار طب شي تاخد ايه هتاخد هل هي سوف تسافر الى الايه الى الخارج تمام وبكده يا جماعة كلمنا على القاعدة بتاع اشكال المستقبل فيوشا فورومس بالتفصيل وكلمنا على والمدارع المستمر والمدارع البسيط ازاي استخدمهم لتعبير عن المستقبل احنا كده وصلنا لاخر حلاتنا النهاردة كانت حلقة خفيفة وانا تعمدت ان هي تكون عن الجرامر فقط عشان الجرامر ده يا جماعة مهم جدا لاشكال المستقبل بس لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة لو ما كنت تشترك وتفعل الجراز علشان يوصلك الاجزاء اللي جاء ان شاء الله قريبا جدا هيبقى فيه كل يومين ثلاثة فيديو خاص بالصف الثالث الاعداد بإذن الله طبعا يدعونا عشان نقدر نكمل معكم ويريد تشجعونا في تعليق اسفل الفيديو وتدعو صحابك انهم يشتركوا في القناة ويفعلوا الجراز كمان عشان يستفيدوا كان معكم مستر رحمد العبد من قناة دروس تعليمية اونلاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته